برحب بيكي طبعا وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان وكل من يشاهد قناة النادي الاهلي بنقول تاني مبروك يعني دايما النادي الاهلي نادي البطولات نادي الانتصارات وزي ما قلنا بنبارك لسيدات كرة اليد بالنادي الاهلي النهاردة الفوز بكاس مصر البطولة اللي كانت غايبة السنة اللي فاتت يعني كانت بطولة غايبة عن دولاب النادي الاهلي لكن الدولاب ما شاء الله مليان بالبطولات والانجازات بيضاف هذا الإنجاز النهاردة بفوز مهم جدا فوز سيدات النادي الأهلي ببطولة كاس مصر الحقيقة يعني أنا اللقطة اللي حضراتكم شايفين هدية كانت عجباني جدا 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 طبعا تواجد الكابتن محمود الخطيب في هذه المباراة النهائية وحضراتكم شايفين صور وفرحة حتى بنات النادي الأهلي بوجود الكابتن محمود الخطيب أنا تبعت المباراة وحتى كانوا بإندهاء على كابتن محمود الخطيب يمكن بعد نهاية المباراة تعالى يا بيبو طبعا الكابتن محمود الخطيب مش غريب عليه ده مش غريب عليه أنه يكون متواجد ما بين ولاده أو بناته كل البطولات الحمد لله الأهلي بيحقق فيها نجاحات كبير موجود طبعا الكابتن محمود الخطيب قيمة وقامة لكن بقول لحضراتكم الصورة اللي كان كمان كابتن محمود الخطيب بنفسه راح وحية فيها لعبات نادي الزمالك ده طبعا لقطة لقطة يعني تدل على قيمة أولا قيمة النادي الأهلي الصورة لحضراتكم شايفينها كابتن الخطيب راح بنفسه بيسلم على بنات نادي الزمالك بيقول لهم هارد لك وإحنا كمان بنقول لهم هارد لك قدوا مباراة جيدة على المستوى الفني لكن اللقطة ديت هو ده الكابتن محمود الخطيب هو ده النادي الأهلي دايما النادي الأهلي نادي المبادئ نادي الأخلاق نادي البطولات فبنقول مبروك أولا لكيان النادي الأهلي بدخول بطولة جديدة لدلاب النادي الأهلي بنقول مبروك لبناتنا بنات النادي الأهلي اللي عملوا موسم أكثر من رائع وفازوا بكاس مصر بنقول كمان لكابتن محمود الخطيب مبروك يا كابتن محمود الخطيب النهاردة طبعا يا سيهم يعني اللقطات اللي قدامنا دي زي ما بقولك اللقطات مهمة جدا مش بس كرت القدم أكيد كرت القدم هي اللعبة الأولى ودايما الشعبية الأولى هي الكرت القدم لكن كمان أي بطولة وأي حد بيجتهد وبيدخل بطولة للنادي الأهلي أكيد مجلس قدارة النادي الأهلي بيكون متواجد كابتن محمود الخطيب بيكون متواجد فرحة دية اللي شايفينها في الصور كمان والصورة اللي قلتلك عليها دي صورة يعني بتدل على قيمة النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي عجبني جدا أن الخطيب يهنئ بنات الأهلي ويصافح كمان بنات الزمالك حلوة جدا أن الروح الرياضية دي كان بقالنا كتير جد يعني بقالها كتير غيبة عن المشهد والله بصي عمرها ما غابت عن نادي الأهلي بصراحة هي عمرها ما غابت عن نادي الأهلي غابت عن المشهد الرياضي وده اللي احنا دايما هنا بنؤكد عليه باستمرار احنا بنحترم وعلى مسافة واحدة من جميع الفرق الحقيقة كابتن هاني وده النهاردة الصورة دي يمكن اللي بتدل على كلامنا ده صحيح صحيح كابتن محمود الخطيب فرحان ببناته زي ما انت قلت وده فوز مستحق لعبات اليد النهاردة بيعزفه يعني عازفات بنات اليد النهاردة في النادي الأهلي كل التحية وكل الآه طبعا غيبة بقالها دي 33 ده رقم 33 في تاريخ كرة اليد للسيدات النادي الأهلي فألف ألف مبروك وتستهلوا هم دول أبطال يعني